البداية بتفوق فريق كرة السلة في النادي الاهلي على كل الفرق المصرية الجزيرة، الاتحاد، الزمالك، سبورتينج، سموحة فريق السلة في النادي الاهلي بصراحة يعني خلال السنوات الأربع الأخيرة بيكسب على جميع الأسعادة دور السوبر، دور المرتبط، البطولة العربية، البطولة الإفريقية نعم المركز جيد في كاس العالم مالي الأندية بقيادة أجوستي بوش وأيضا بقيادة كمان الكابتن طرق خيري المدير الفني لفريق المرتبط تحت 18 سنة بالأمس كانت مباريات الإياب في الدور النهائي المباريات اللي أقيمت على صالة دكتور حسن مصطفى هنا في مدينة السادس من أكتوبر أولا المباريات شهدت أداء قوي جدا من جانب الفريق اللي نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 91-81 وكان الفريق قد حسم لقب البطولة بعد فوزه في مباراة الزهاب 83-54 مع فوز فريق 18 سنة أيضا على سموحة 78-74 ويامر بنتيجة 71-62 لكن آخر المباراة المباراة في فريق الرجال كسب 91-81 وزي ما نشاهدين على الشاشة طبعا تسليم الميداليات وكأس البطولة الدوري المرتبط في حضور أعضاء التحدي كرة السلة وعيدة المهندس خالد مرتاجي من صندوق مجلس إدارة النادي الآله بهذا الفوز حقق الفريق رقم قياسي بعد أن حصد البطولة للمرة التسعة في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجا باللقب وزي ما قلت لحضراتكم من كل اللقطة اللي كانت تلافتة للنظر وبتعبر بجد عن عائلة النادي الأهلي زي ما نشاهدين على الشاشة كابتن فريق كرة السلة جزت بوش كمان المدير الفني الكابتن طريق خيري راحوا للدكتور هشام العمري واستحبوه إلى تحت في صالة الملعب عشان يكون معهم في الصورة الجامعية لأن كان دايما وأبدا المعالي الوزير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان دايما على طول موجود فيه كل مباريات ألعاب الصلاة مع مجلس إدارة النادي الأهلي وموجود معهم في كل التتويجات فكانت لفتة طيبة جدا دعوة دكتور هشام العمري زي ما انتم شايفين طبعا على الشاشة عشان يكون متواجد مع اللاعبين أثناء طبعا تسليم الميداليات وكأس البطولة والصورة الرائعة اللي احنا شفناها مبارح من خلال بس المباراة عن طريق شاشة قناة الأهلي وعبر قناة الأهلي معالي الوزير العمري فاروق مع مجلس إدارة النادي الأهلي دايما اللي ما بيكون موجود في الصلاة المغطاة في كل مباريات النادي الأهلي لفتة مهمة جدا مش عايزة أقول بنشكر فريق كرة السلة أو مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن هي عائلة الأهلي دي طبيعة عائلة الأهلي ودي الحياة اللي الناس عيشاها داخل جدران النادي الأهلي الكل عائلة واحدة وإحنا على مدار شهر يعني منذ الموقف الصعب اللي تعرضت له أسرة معالي الوزير العمري فاروق وكل الأهلوية عندما علموا بخبر طبعا الوعقة الصحية اللي ألمت بمعالي الوزير كل من ساعتها حزين جدا وكل من وقتها بيتوجه بالدعوات لربنا سبحانه وتعالى بإذن الله نوايا من علي بالشفاء ويخرج بإذن الله بسلامة وخير يا رب خلال الفترة اللي جاية آه عد شهر ولكن دعواتنا مستمرة والدعوات بتغير الأقدار ربنا بإذن الله يشفي معالي الوزير واللقطة المارح دي لقطة مهمة جدا بإذن الله وإن شاء الله لما يخرج معالي الوزير يشوفها ويتفرج ويشوف إزاي ولاد النادي الأهلي وجماهيري النادي الأهلي مش في مباراة البسقط فقط حتى في مباراة الكرة لما جماهيري النادي الأهلي في مباراة ميديا مالغاني رفعت لافتات بالدعاوي لمعالي الوزير العامري فاروق التمنيات له بالشفاء العجل بإذن الله إن شاء الله نطمئن عليه قريب جدا وبإذن الله كمان نشوفه على أفضل صحة وأفضل حال خلال الفترة اللي جاي